هذا كان من شرط الدعاء إنما أحمد الله قبل الدعاء ليس شرطاً ليس شرطاً الأحب أن تحمد الله بين يدي الدعاء وأن تصلي على رسول الله ثم تتخيري من الدعاء جابه إليك الله قال الحمد لله رب العالمين حمد ربنا نفسه حمدني عبدي ويقول في الحديث القدسي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي بعد ذلك إهدنا الصراط المستقيم وفي حديث الشفاعة الطويل فأتونني فأخير لربي ساجداً فأحمد الله بأنواعنا المحامد والثناءات لا أخصيها الآن أحمد الله أحمد الله بأنواعنا المحامد والثناءات فيقول لي ارفع رأسك اشفع تشفع سل تعطى وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي يدعو لم يحمد الله لم يصني عليه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله ثم يتخير من الدعاء يعجبه إليه ثم يتخير من الدعاء يعجبه إليه فلكن ليس بواجب كل ذلك لأن النبي جاءه أبو هرير يقول أو جاءه وفد دوس قال اللهم أهد دوساً ومأت بهم وما دعا وما حمد الله بين يدي الدعاء فجائز الدعاء بالحمد قبل الدعاء وهو أكمل وإن دعوت بدون حمد فقد ورد ذلك عن رسول الله في عدة مواطن دعوني